يلقى مثلاً أقل من 18.5 معنى انتها راهو في نحافة معنى انتها طولة الوزن التاعو ما راهوش موالم الطول التاعو نلقاهه مثلاً ما بين 18.5 حتى الـ 25 هنا راهو نغمال راهو إنسان عادي الطول راهو موازن للوزن التاعو يعني حتى نشوفوا الوزن العادي محدد بميزان مش رقم أو عادل ومش يمثل ميزان 18.5 إلى غاية الـ 25 على هذه اللي ما كنش كلمة مثالي لأنه كان مثالي وكرر عنا شخ واحد لو شخ بوا معنى زيادة الوزن الطفيفة كيكون ما بين 25 و30 ولو بيزيته مو ديغي معنتها كي تكون زيادة الوزن شوية كبيرة ما بين 30 و40 ولو بيزيته سيضغ البدنة المفرطة والبدنة المضرعة بالصحة كيكون فوق 40 هذا بسيح يوسف كينجو نشوفوه راهو ياخد بعين الاعتبار الوزن والطول فقط نقدر في نفس السياق نعطيك ميتال وكان نقول له لهذا الميتال تعمق بالكاتخوفات 80 كيلو على متر 80 وكان نحسبوه من القاوة في الوزن نغمال 18.5 إلى 25 يقول لك أن الوزن تاعي عادي بسحة الوزن يقدر يكون عادي ولكن ليس صحي نقدر نكون هذا الوزن وهو 80 كيلو يكون فيه نسبة الغاز نسبة الضهون كثير من نسبة العضلات وتكون نسبة جدو عالية سما لكي نشوفو من برا نقول وزن عادي حتى بمؤشر كتلة الجسمية اللي يمسي تاعه راه عادي هنا وين تعود الأسباب وين ترجع الأسباب هنا الأسباب تقدر ترجع لتغذية تقدر ترجع لأنه الإنسان هذا يتناول بزاف سكريات ولا بزاف دهون لأنه حتى السكريات في الجسم تتحول إلى دهون وتقدر ثانية تولي الأكتيفتي فيزيك الحاركة ديوغنا رهم عندنا مرأة وراجل في وزن صحي النسب اللي رهم كيني انت العضلات وكان نعوده بك نرجع لصورة النسب العضلات ونسب الدهون لرهم كينين يعطيونا وزن صحي للمرأة ووزن صحي للراجل